نفذت في محافظة المفرق حملات أمنية لإزالة البسطات العشوائية وضبط عمليات البيع العشوائي في الأسواق التجارية والاعتداء على الأرصفة ورئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى حسن جبور أوضح لرؤية أن البسطات العشوائية المنتشرة في الأسواق باتت ظاهرة مزعجة ومصدرا معيقا لحركة التجار والمواطنين مؤكدا عدم التهاون مع المخالفين إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مكرر المخالفات هذه سيدي الحملة ستستمر طول شهر رمضان فترة رمضان المبارك للقضاء على هذه البسطات العشوائية لفتح المجال أمام المواطنين أنهم يتبضعوا أمام أصحاب المحلات كمان أن تفتح الشوارع بدنا إن شاء الله بالتعاون وبالتنسيق مع المحافظة ومع الأجهزة الأمنية أن نستطيع أن نسيطر على بضوع البسطات العشوائية وسيكون هناك دراسة جدية من المجلس البلدي لوضع حل نهائي إن شاء الله سيكون بعد رمضان المبارك لاختيار موقع مناسب ونقل هذه البسطات إلى هذا الموقع ترجمة نانسي قنقر